بسم الله الرحمن الرحيم وصورة المجادلة زي أغلب الصور في هذا الجزء زي صور أخرى كثيرة من القرآن الكريم بتشعرك بضرورة ارتباط القرآن الكريم بالسنة النبوية الشريفة علشان تفهم الصورة دي بتتكلم عن إيه وعلشان تقدر فعلا تستوعب معاني الآيات القرآنية قال تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الآية بتحكي عن زوجة حصل ما بينها وما بين جزها مشكلة مشكلة الظهار إن هذا الرجل أقسم على زوجته أنت حرام علي كظهر أمي يعني أنا هعملك زي ما بعام الأمي مش هعملك كزوجة فأنت حرام علي فهذه الزوجة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشتكي هذه الآية عندما فتحت بعض التفاسير خصوصا من التفاسير المتأخرة بتجد إنها بتميل لمنهج معين في التعامل مع أسماء الله وصفاته اللي هو منهج التأويل السمع كناية عن كذا السمع يريد به كذا فتيجي تطرح سؤال هل الله سمع على الحقيقة كما نفهم من غير ما نقعد نشرح كتير لأن الكثير من المعاني اللغوية في القرآن الكريم والمتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته معانيها الإنسان بيقدر يفهمها بشكل فطري وغريزي وطبيعي وممكن لا يحسن إنه يشرحها فهنا الله عز وجل بيكرر في الآية قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ذكر السمع ثلاث مرات فإزاي انتباه في الآخر تقول لك لا دي السمع كناية عن كذا الله عز وجل سميع بصير هو متصف بالسمع والبصر الله عز وجل يسمع فهنا إن الله سميع بصير وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها ويرفع بلواها وطبعا قطعا ولا شك من معاني السمع الاستجابة لكن قبل الاستجابة حقيقة الاستماع حقيقة السمع الله عز وجل يقول ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله فالله عز وجل بين حكم الظهار ثم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وكثيرا جدا في آيات الأحكام تجد فيها هذا التذيل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر معناها ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم لتؤمنوا بالله ورسوله وذلك بالتزام هذا الحكم وغير من الأحكام والعمل به حقيقة الإيماني هو التصديق بالعمل حقيقة الإيماني هو الانقياد والإذعان والخضوع والطاعة فربنا بين حكم شرعي المؤمن هو الذي سيلتزم بهذا الحكم وغير المؤمن لن يلتزم بهذا الحكم فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان بل هي المقصودة ومما يزيد به الإيمان ويكمل وينمو هذه آيات عظيمة في الذين يحادون الله ورسوله يحاربون الله ورسوله ولكل أهل الكفر الذين يحاربون الله ورسوله ويجدون في معيشتهم الضنك والضيق عليهم أن يتذكروا أن هذا مصداق قول الله عز وجل في القرآن الكريم وإن استطاعوا الهروب في الدنيا واحتموا بالكفار وعاشوا بينهم كما يعيشون كالأنعام فيجب عليه أن يتذكر بأن الآخرة أشد وأبقى قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي أهلكوا وقال قتاد أخذوا كما أخذ الذين من قبلهم وقيل عذبوا وقيل غيظوا يوم الخندق وقيل أي سيكبتون وهو بشار من الله تعالى للمؤمنين بالنص أيضا في تفسير نفس الآية وختمة الآية وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين خلي بالك بعض أهل الكفر والضلال في بعض الآيات التي فيها تهديد ووعيد بيحاولوا يشغبوا بيقولوا إيه؟ هو ليه ربنا بيهدد؟ هو ليه ربنا بيقول حيعقبهم؟ ما ربنا يقنعهم بالآيات والبرهين؟ أنت بتتغافل عن آيات كثيرة جدا بتوضح بما لا يدعم جنا للشك إن هذا العقاب نتاج العناد والكفر في حقيقتي هو الجحود والاستكبار فربنا بيقول وقد أنزلنا آيات بينات ومع ذلك هم كفروا وحدوا الله ورسوله لذلك وللكافرين عذاب مهين في الدنيا والآخرة قال شيخ الإسلام بن تيمين ثبت أن المحاد مكبوت مخزي ممتلي غيظا وحزنا هالك شو بالكلام النفيس وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر المحاد أن يقتل أصل أنت ما ينفعش تبقى بيتحارب الله ورسوله وعايش ما بين المسلمين وعايش تعيش عادي كده بكرامة وتعيش حياتك وتستمتع بيها عادي لا ما ينفعش وإلا فمن أمكنه إظهار المحادة وهو آمن على دمه وماله فليس بمكبوت بل مسرور جذلان ولأنه قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحاد رسول الله إنما كبته الله بأن أهلكه بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين قال تعالى يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ هذه العبارة في الآية أحصاه الله ونسوه في غاية العظمة وبتبين حقيقة النفس البشرية التي تضغى وتعصي الله عز وجل وتقع في الكثير من الذنوب والمعاصي والأثام وهي لا تدري أو لا تتذكر يعني الوقت بفوته بتنسى لكن الله عز وجل بفضله وجوده ومنه وكرمه يذكر أهل الإيمان بذنوبهم ومعاصيهم حتى يجددوا دائما التوبة والاستخفار وحتى ينكسروا بسببها لله عز وجل أما الكافر والمنافق فلا يبالي وأنا أقول إن الله عز وجل يذكر المؤمن بذنبه ده فضل من الله ورحمة لأن ربنا بيدلك الفرصة أن أنت تستغفر وتتوب وتذكر الله عز وجل أو تفعل ما تكفر به عن هذا الذنب أو السيئة أما الذي ينسى ذنبه فهيستغفر عنه الزيء لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم المسلمين والمؤمنين أن يدعوا بأن يغفر الله عز وجل لهم ما علموا وما لم يعلموا وما ذكروه وما نسوه لأنه كما قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام لا يضل ربي ولا ينسى الشوكان يقول وجملة أحصاه الله ونسوه مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل كيف ينبئهم بذلك على كثرته واختلاف أنواعه فقيل أحصاه الله جميعا ولم يفته منه شيء والحال أنهم قد نسوه ولم يحفظوه بل وجدوه حاضرا مكتوبا في صحائفهم هي طبعا الآية أهم دلالتها إنك تدرك مدى عظمة الله عز وجل وقدرته على العباد على كثرتهم واختلاف أحوالهم وكثرت ذنبهم ومعصيهم الله عز وجل يحصي كل ذلك وهيحسبهم عليه فيجب على الإنسان أن يتق الله عز وجل في جميع أفعاله وأحواله وهناك آيات كثيرة بهذا المعنى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يقول شيخ الإسلام بن تيمية افتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل هو معهم بعلمه وبسمعه وبصره وباطلاعه على أفعالهم وأحوالهم وفيدة استحضار هذا العلم وهذه المعية أولا إن المؤمن يتقوى بهذا فيعلم أن الله معه دائما ثانيا المراقبة إنه يدرك إن كل ما يفعله ويقوله الله عز وجل مطلع عليه وربنا هيحزب على كل دا يوم القيامة قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يخفتون لفظ السلام عليكم لأنه شعار الإسلام ولما فيه من جمع معنى السلامة يعدلون عن ذلك ويقولون أنعم صباحا وهي تحية العرب في الجاهلية لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية وطبعا من تمام وكمال دين الله عز وجل إن حتى هذه الأمور البسيطة الله عز وجل بيعلمها لك ومش بس بيعلمها لك دا بيحثك على الالتزام بيها وبالتالي هذا المسلم المؤمن دايما بيكون المفروض ظاهر وواضح بين الناس من خلال كل حاجة من خلال سمته الظاهر وأخلاقه وأيضا من خلال كلامه وحتى بمجرد تحيته وإن هذه الآية دللتها إن غير المسلمين أو حتى المنافقين أو دا ذم بشكل عام الذين لا يلتزمون بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ هذه الأخلاق والأداب البسيطة جدا القرآن الكريم بيعلمها والإسلام بيحثك على الالتزام بيها ودي دخل تحت باب الكمال التشريعي والتي تشعرك مع تكرارها وتنوعها واختلافها إن بالفعل الإسلام هو دين الله الحق قال ابن جزي والتفسيح المأمور به هو التوسع دون القيام ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقم أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا أيضا في تفسير نفس الآية الإمام القرطب يقول يفسح الله لكم أي في قبوركم وقيلة في قلوبكم وقيلة يوسع عليكم في الدنيا والآخرة كل المعاني الطيبة الجليلة الكريمة المحتملة دخل ضمن معنى الآية علشان يبقى عندك سعة أفق في جزاء الله عز وجل ومنه وجوده وكرمه أيضا في تفسير نفس الآية العلم السعد يقول والجزاء من جنس العمل فإن من فسح فسح الله له ومن وسع لأخيه وسع الله عليه القرآن والإسلام دايما بيعلمه هذه القاعدة الجزاء من جنس العمل عشان الإنسان يراقب عمله قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهذه العبارة هي ختمة الآية التي تبدأ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسعوا في المجال هنا الله عز وجل يعد بالرفع بشكل عام فتدرك أنه في الدنيا والآخرة وإن لم يكن في الدنيا فهو قاطعا في الآخرة الذين آمنوا والذين أوتوا العلم أوتوا العلم في سياق الآية العلم الذي يؤدي إلى طاعة الله عز وجل في بعض العلماء قالوا العلم بشكل عام لكن هنا تحديدا والذين أوتوا العلم زي ما قلت العلم الذي يؤدي إلى طاعة الله عز وجل ده أهم علم في الدنيا وكل العلوم الأخرى تندرج تحت منه وبشكل عام زي ما قلنا الإسلام دين عظيم بيعلمك أن فيه علم ينفع وعلم لا ينفع وعلم يضر بعكس الدرويش اللي بيقدسه العلم بشكل عام فالعلم النافع هو الذي أولا يقود إلى رفعة الدرجات في الآخرة ويقود إلى تحقيق ما يحث عليه الشرع في الدنيا هذا هو العلم الممدوح عند الله عز وجل العلم الحافظ بن كثير يقول أي لا تعتقد أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله تعالى فبحسب هذا التفسير هو عند هذا العلم لذلك هو أطاع أيضا في تفسير نفس الآية شيخ الإسلام بن القيم يقول اللام في العلم ليست للاستغراق والذين أوتوا العلم وإنما هي للعهد أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا يعني يجب عليك اتباع الذين أوتوا هذا العلم العلم زي ما قلت الذي يؤدي إلى طاعة الله عز وجل وإلى معرفة النطاعة الله عز وجل هو عين الحق والصواب مرة أخرى الله عز وجل يقول إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين ولما كانوا لا يفعلون ذلك إلا لكثرة أعوانهم وأتباعهم فيظن من رآهم أنهم الأعزاء الذين لا أحد أعز منهم قال تعالى نفيا لهذا الغرور الظاهر أولئك أي الأباعد الأسافل في الأذلين أي الذين يعرفون أنهم أذل الخلق قال الحسن إن للمعصية في قلوبهم لذلا وإن تقطقت بهم اللجم وأتمنى أن أكون بنتاء صح غالبا جمع لجام بمعنى يعني أنه هو راكب فرسه وبيتقطع كده المعنى ده يعني ولو ظهر لك أنه عزيز هو في الحقيقة ذليل وخلي بالك كثير من الآيات اللي احنا نقابلها النهاردة فيها معنى إن الله عز وجل يكشف للمؤمنين مكنون صدور الكفار والمنافقين وقد يظهر هذا على حياتهم وقد لا يظهر فيجب على المؤمن أن يصدق إن الله عز وجل بالفعل يذكر حقيقة ما في صدورهم وقلوبهم كثير من هذه الأوصاف نفسية قلبية معنوية والله عز وجل هو القدير على إنه يغير نفسهم مما يحبون إلى ما يكرهون أصل الشعور إن أنت سعيد في حياتك وإنك راضي في حياتك وإن ليك العزة كل دي حاجات نفسية معنوية الله عز وجل قادر أن يشعرك بالذل حتى لو كل المظاهر اللي حواليك عزة والله عز وجل قادر أن يشعرك بالرعب والخوف حتى لو كل المظاهر اللي حواليك أمن وأمان وحراسات وحاجات زي كده قال تعالى وهذه نبوءة تحققت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يموت إلا وهو حاكم لجزرة العرب زي ما قلنا فتكون هذه الآية من أدلة صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قال الزجاج غلبة الرسل على نوعيني من بعث منهم بالحربي فهو غالب بالحرب ومن لم يؤمر بالحربي فهو غالب بالحجة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم غالب بالحربي والحجة يعني أقل شيء إن النبي منصور بالحجة كده كده ولو بعث بالحرب الله عز وجل ينصره أيضا الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون المنافقون من حزب الشيطان فاحذرهم واحذر صفتهم قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون من صفات حزب الشيطان الكذب والنفاق وبغض الصحابة الآية اللي ذكرناه قال تعالى وهذه الآية هامة جدا في باب الولاء والبراء وقلت قبل كده إن الولاء والبراء من العقيدة الإسلامية من الإيمان بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أوثق عرى الإيمان يعني حاجة مهمة جدا جدا المؤمن لابد أن يلتزم بها وهي مسألة متعلقة بالقلب في الأساس ولذلك دايما بقول المسلم الذي يعلم لا يستطيع أن يعلم المسلم الآخر أعمال القلب كل ما يستطيع أن يفعله إنه يوصفها له ويقوله بشكل نظري المفروض يكون إزاي وأنت على قدر إيمانك وفهمك وتوفيق الله لك بتقدر بالفعل تعمل هذا العمل القلبي تلاقي نفسك بتعمله حصلت ما يجعلك قادرا على فعله قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله لا تجد لا تجد العلماء بيقولوا زي ما هنشوف الحكتين دول متناقضين ما ينفعش يجتمعوا في قلب مؤمن وخلي بالك العلماء قاسوا على ذلك أشياء كثيرة إن انت لو مؤمن صحيح الإيمان فعلا وقلبك عامر في الإيمان ما ينفعش يكون في قلبك حب الأشياء معينة لذلك يجب عليك أن تدعو كما علمنا الله عز وجل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان فهنا ما ينفعش تكون مؤمن بالله عز وجل وبتواد من حد الله ورسوله الود التودد درجة عالية جدا مش مجرد الحب إنك بتحاول تقرب له بتحاول تحببه فيك لا يجتمع هذا وهذا فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به ومعاداته أيضا في تفسير نفس الآية شيخ الإسلام بن تيمية يقول أخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينافي أحد الضدين الآخر فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالات أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب وخلي بالك دايما ما وقر في القلب صدقه العمل فالمؤمن أعماله موافقة للإيمان اللي في قلبه والمنافق أعماله موافقة لما في قلبه من نفاق وكفر وهكذا كده وصلنا لصورة الحشر وسورة الحشر أيضا بدايتها متعلقة بقصة موجودة في السيرة النبوية الشريفة متعلقة بخيانة قبيلة من قبائل اليهود اللي هم بنوا النظير وبنوا النظير كانوا من قبائل اليهود اللي عايشة في المدينة المنورة تحالفوا مع الكفار ضد المسلمين فحصل لهم اللي السورة الكريمة بتحكي عنها قال تعالى عن اليهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا اليهود ما بيتعلموش والله عز وجل هنا بيحكي عن اليهود أيام اللي حصل في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجه في ذهني اللي حصل برضو أيام حرب اكتوبر دايما بيتترسوا وحصونوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله لا إله إلا الله الآية دي وزيها كتير في القرآن بيعلمنا أن ربنا بينصر المسلمين المؤمنين بسبب التزامهم بالإسلام والدين وأن اللي مطلوب منهم دنيويا أن هم يعملوا اللي يقدروا عليه والباقي على ربنا وربنا بينصر المسلمين ربنا بينصر المسلمين مش عشان عددهم ولا علشان عتدهم لكن بسبب طاعتهم لله عز وجل وانقيادهم لتعليم الله عز وجل فبالتالي يجب على المسلم أن عمره ما يخاف من عدد وعتاد العدو لأن التاريخ بيعلمنا أن طالما أحنا ملتزمين بدين الله عز وجل ربنا بينصر دينه فأعجبوا بها وغرتهم وحسبوا أنهم لا ينالون بها ولا يقدر عليها أحد واطمأنت نفوسهم إليها ومن وثق بغير الله فهو مخذول احفظ الجملة دي ومن وثق بغير الله فهو مخذول ومن ركن إلى غير الله فهو عليه وبال قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو الآية دي في السياق توزيع الفيء والغنائم وأول معنى ليها أن لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوزع عليكم اللي يدهو لكم خدوه واللي يقول لكم ده مش بتاعكم ما تاخدوهوش لكن ليها معنى أوسع وأكبر من كده بكتير وهو طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره ونواهي اللي يقول لك عليه تعمله واللي يقول لك عليه ما تعملوش واللي يقول لك ده ليك تاخدوه واللي يقول لك ده مش ليك ما تاخدوش والقصد من هذا التذيل إزالة ما في نفوس بعض الجيش من حزازة حرمنهم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أرض النظير قال تعالى وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ الآية دي من أعظم الأخلاق اللي الإسلام بيعلمها للمسلمين الإثار على النفس وقت الحاجة فيه تربية نفسية أعظم من كده في الدنيا شيخ الإسلام بن القيم بيقول وهذا إنما هو في فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات يعني الكلام ده مش على حساب دينك على حساب دنياك وإلا فلا تؤثر أبدا أحدا من الناس على نفسك في دينك في الدين أنت أهم حاجة في الدين نجاة نفسك أهم حاجة لازم تبقى فاهم كده لكن في الدنيا عادي جدا تؤثر على نفسك ولو كان بك حاجة وخصاصة يبقى هذا إنما هو في فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها يعني في أوقات الطاعات يعني فيما يخص الله الآخرة الدين الفلاح كل الفلاح في الشح بها فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا هو هنا شيخ الإسلام من القيم بيقصد إيه لازم تحافظ على حظ نفسك فيما يخص دين الله عز وجل وطاعته ولو دا وقت يخص دين الله عز وجل وطاعته لازم تلتزم به ولازم تبقى شحيح فيه ما تعطيش منه لأحد آبدا دا المعنى هنا فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها وهذا ضد الإثار بيها يبقى هنا الآية كلام شيخ الإسلام من القيم معناه أن الآية دي في الدنيا مش في الدين وإلا في الدين كن شحيحا العلامة الحافظ ابن كثير باب يقول فيما يخص تنفيذ الآية دي في موضعها فيما يخص الدنيا هذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه أيضا في قول الله وآت المال على حبه فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به أما الآية دي وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوا يعني هم محتاجينه وعيزينه ومفتقرين إليه ومع ذلك آثروا غيرهم على أنفسهم الإسلام العظيم بيعلمنا أن في بعض الأعمال وفي بعض الأخلاق لا يستطيع أن يلتزم بها إلا خواص الخلق أعظم الناس إيمانا وتوكلا على الله عز وجل وأعظم الناس تصديقا لكلام الله عز وجل وأنا أظن أن هذه الآية من ضمن هذه الأعمال أنت متخيل مثلا أن ما يكونش معك فلوس غير مبلغ صغير جدا جدا وأنت محتاج لهذا المال وأخوك المسلم ما معوش مال خالص ويحتاج إلى مال فإنت تؤثر على نفسك بهذا المال مع حاجتك إليه أنت متخيل أن أي أحد يستطيع أن يفعل ذلك ده سيجد في نفسه مليون مبرر ومليون عذر علشان يمنع نفسه من القدوم على هذا الفعل قال تعالى أيضا آية يخبر بها الله عز وجل عن مكنون صدور الكفار لأنتم أشدوا رهبة في صدورهم من الله وجه وصف الرهبة بأنها في صدورهم الإشارة إلى أنها رهبة جد خفية أي أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم المسلمون وما هم بتلك المثابة فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على دخيلتهم ده حل الكفار بشكل عام إحنا بقى بنصدق ده ولا لا إن هم خايفين مننا جدا أيضا عن أحوال الكفار وربنا بيعلمنا أحوال الكفار علشان نعرف إزاي نتعامل معهم خصوصا في ظروف الحرب وإن نحن ما نعملش زيهم ونتأسى بعكس هذه الأوصال قال تعالى بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتاء قال القشيري اجتماع النفوس مع تنافر القلوب واختلافها أصل كل فساد وموجب كل تخاذل ومقتضي لتجاسر العدو واتفاق القلوب والاشتراك في الهمة والتساوي في القصد يوجب كل ظفر وكل سعادة يعني الظاهر إن هم إيه؟ مع بعض تحسبهم جميعا لكن الحقيقة قلوبهم شتاء فهذا الاجتماع تستطيع أن تنتصر عليه لأنه ليس اجتماعا حقيقيا الاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوب وليس مجرد اجتماع الأبدان قال تعالى محذرا من يوم القيامة ولتنظر نفس ما قدمت لغد هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه ولتنظر نفس ما قدمت لغد أنت بتعد ما بينك وبين نفسك تفكر ما هي الأعمال التي أنا قدمتها لكي أكون مستعدا للوقوف بين يده الله عز وجل يوم القيامة هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغي له أن يتفقدها فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه والله العظيم كلام نفيس فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه ويقايز بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة مبحان الله قال تعالى عن القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حث على تأمل موعظ القرآن وبين أنه لا عذر في ترك التدبر فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لنقادت لمواعظه ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعا متصدعا أي متشققا من خشية الله العلماء قالوا أنه يجب على الإنسان أن يراقب قلبه في بعض المواضع علشان يشوف ألبه دحي ولا ميت ولا إنزامه من ضمن هذه المواضع عندما يقرأ عليه القرآن عندما يستمع القرآن هل قلبه بيتأثر؟ هل بيحس بخشية ورهبة من الله عز وجل ولا لا؟ الله المستعان كده وصلنا لسورة الممتحنة وأيضا سورة الممتحنة من السور المتعلقة بأحداث حصلت في السيرة النبوية الشريفة والقصة الخاصة بسيدنا علي بن أبي طالب وأحد المؤمنين كان خلاص على وشك أنه يخون المسلمين وأرسل رسالة مع امرأة والله عز وجل كشف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي بن أبي طالب راح وأخذ منها الرسالة قبل ما تقدر توصلها للكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع هذا الصحابي إنت ليه عملت كده ونزلت الآيات والسورة وأيضا السورة لها علاقة وطيدة بالولاء والبراء هي عقيدة هامة جدا وفرع من الإيمان بالله عز وجل وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فالآية بتبين إن هذا الفعل الذي فعله هذا المؤمن الدنيا أثرت عليه بشكل معين لازم تفهم الدلالة دي بعض المعاصي والذنوب الكبيرة المؤمن قد يقع فيها لأن الإنسان ضعيف حقيقي الإنسان ضعيف وبعض الظروف بتأثر على الإنسان وبيضعف وبيقع في المعاصي فربنا بيعلمنا وبيقوم وبيصوب لنا أفعلنا قال تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير النقطة الهمة هنا اللي أنا عايز أسلط الضوء عليها إنه يجب على المسلمين مراعاة النواحي الإنسانية والاجتماعية جيدا جدا وإن التقصير فيها قد تكون سببا لفتنة المسلمين في دينهم وإنه ممكن يميلوا إلى الكفر ويرجعوا إليه لا لشيء إلا من أجل الحصول على هذا الدعم الإنساني النفسي المعنوي الاجتماعي وأنا كشخص عملت كثيرا في مجال مقاومة التنصير وما زلت يعني كنت دايما بلاحظ إن غير المسلمين من النصارى بيجتذبوا المسلمين بهذه النقطة وبيحاولوا يحافظوا على أتباعهم بهذه النقطة إن انت ممكن تلاقي بعض المسلمين محدش سائل فيهم محدش مهتم بيهم مش من ناحية فلوس ولو إن ده برضو مؤثر لكن ده مش هيجي غير أصلا باهتمامك بأخيك من الناحية الإنسانية والاجتماعية إنت هتعرف منين إن أخوك المسلم ده محتاج غير لو إنت قريب منه ومهتم بيه وبتكلمه وعارف أحواله وظروفه الإنسان ضعيف ويحب ذلك عايز يحس إن الناس بتحبه ومهتم بيه ولو غاب تتفقده فيعملوا اجتماعات يلموا الناس الشباب اللي من نفس السن يعودوا يتكلموا مع بعض ويتحكوا مع بعض ويهرجوا مع بعض ويدرسوا الكتاب مقدس مع بعض ويتنصروا بقى مع بعض ويطلعوا رحلات ويطلعوا فسح وينظم بقى دورة كورة ومش عارف مين كثير من الكنيس فيها ملاعب هذا الجانب الإنساني الاجتماعي المعنوي للأسف الشديد المسلمين مقصرين فيه تقصير شديد ابن الصغير آدم في رمضان هذا الشهر الكريم بعض الليالي كنت باخده ونروح لصلي التراويح في المسجد اللي جنب بيت والدتي المسجد اللي أنا نشأت فيه وكنت بصلي فيه فيه إمام متقن وصوته جميل وبحب أصلي هناك لما خدت ابن هناك ولما الصلاة خلصت الناس خلصت صلاة وقايمة لأ كل أهل المسجد عارفين بعض وبيسلموا على بعض وده خلى آدم يتعجب تعجبا شديدا لأنه ما شفش ده في المساجد اللي احنا بنصلي فيها هنا جنب البيت محدش عارف حد محدش يعرف اسمي محدش يعرف انت مين وبتشتغل ايه محدش يعرف عنك اي حاجة بنروح رغم ان المفروض انما المؤمنون اخوة احنا أغراب وقفين جنب بعض محدش يعرف التاني والصلاة تنقضي ونمشي ومحدش بيسلم على التاني ومحدش بيطمن تاوية صغيرة لكن كل اللي بيصلوا فيه عارفين بعض كان سعيد جدا بدا واستغرب ليه ده مش موجود في المساجد اللي قريبة من البيت اللي احنا بنصلي فيه فالأسف الشديد ده جانب الاسلام بيصلت عليه الضوء والنقطة دي تتحط تحت بند الكمال التشريعي وهذه النقطة مع نقاط اخرى كثيرة بسيطة ودقيقة لكنها مؤثرة جدا قطعا ولا شك من ادلة ان القرآن الكريم كلام الله وان الاسلام هو دين الله الحق فهنا الامام القرطب يقول لما اعتذر حاطب بان له اولادا وارحاما فيما بينهم يعني عند الكفار اللي بعت لهم الرسالة بيّن الرب عز وجل ان الاهل والاولاد لا ينفعون شيئا يوم القيامة ان عصي من اجل ذلك يعني انت تعصي ربنا عشان اولادك وارحامك مش هينفعوك يوم القيامة قال تعالى عن سيدنا ابراهيم ايضا ايّا عمده في عقيدة الولاء والبراء قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ما بيعلمش البغض والكراهيم لكن دي حالة قلبية ضرورية ان المسلم المؤمن الموحد لما يجدوا هذا الكافر وخلي بالك حنونا نتكلم في سياق كفار قريش المعاندين الجاهدين المستكبرين عن قبول الحق اللي طردوا المسلمين من ديارهم واخذوا اموالهم فهاجروا وراحوا المدينة لازم تبقى فاهم السياق كويس ايضا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم قوم لم يقبلوا دعوته واصروا على عبادة الاصنام فيبقى الموقف القلب ايه لا انتو وحشين انا مش بحبكم علشان حبي لله بيرغمني من النحية القلبية ان لما الاقي اسراركم على الكفر والشرك وعبادة الاصنام بهذه الطريقة اني اعلن تجاهكم العدوى والبغضاء لا يمكن باصحاب ولا يمكن نحب بعض وانتم على هذه الحالة التي لا ترضي الله عز وجل وهي مستحقة لغضب الله ماهو انت مش معقول تحب ناس ربنا غضان عليهم فاذا كانوا مستحقين لغضب الله عز وجل انت حالك القلب اتجاههم هيكون اين فلازم تفهم ان دي مش حاجة انت بتتعلمها دي حاجة بسبب ايمانك وحبك لله بتلاقي ان ده حالك بشكل القال وبأكد مرة تانية هذه الحالة بتكون معمين بالزبط لان في النهاية عامة الناس الواقعين في الكفر والشرك والذين لم تقيم عليهم حجة فينكروا ويرفضوا ويجحدوا هؤلاء قاطب ازعلان انهم على الكفر لكن تأمل وتحب لهم الخير فيبقى دا دافع ان انت تدعوهم طيب لما تلاقي بقى حالهم وصل لهذا الحال مستكبرين جاحدين معاندين محاربين لما تدعو اليه لا يمكن تحبهم ولن تملك الا انك تعديهم وتكرههم لان هم كمان بسبب كفرهم وجحدهم وانكرهم للحق هيكونوا بيعدوك وبيكرهوك وفي هذا السياق احب ان اذكر النص اللي موجود في الاناجيل على لسان المسيح احب اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغديكم مش عارك البابا شنودة نفسه في تفسير هذا النص عشان بس محدش يزايد قالك الكلام دا في اعدائك انت الشخصيين مش في اعداء الله احب اعدائكم اللي بيعدوكم لمثال شخصية باركوا لعنيكم اللي بيلعنوكم لمثال شخصية لكن بيعدوكم في الدين دي حاجة تانية خالص لان البابا شنودة تسأل طب احنا بقى نحب ابليس لا انتو كده مش فهمين حاجة كثير من الناس بيظنوا ان المسيحية ما فيهاش ولا ابراء لا فيها ولا ابراء وكتبت في الموضوع دا بالتفصيل ردا على حركة انصرية اسمها اخويا المسلم عايز اقولك ان بيحبك سأضع اللينك تحت في الوصف هذه الاية كلما اتذكرها ادعو الله عز وجل بها قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا اي لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنونا ويفتنون ايضا انفسهم فانهم اذا رأوا لهم الغلبة ظنوا انهم على الحق وانا على الباطل فازدادوا كفرا وتغيانا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني افعالك واحوالك انت تبقى فتنة للكفار تثبتهم على كفرهم لا اله الا الله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فكرة ان الدعاء ممكن يقع في بعض الظنوب والمعاصي تكون فتنة للناس اهو يا عم بتعدين القصة اللي احنا فهمينها ربنا لا تجعلنا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة شوف هنا لما الحب يكون لله وفي الله والبغض يكون لله وفي الله القلب بيتحول ويتغير وفقا للإيمان والكفر فهنا ربنا بيبشر ان هذا الصحابي حاطب ابن ابي بلتع اللي هاجر من مكة للمدينة وحده ويترك اهله وارحمه في مكة كفار لما وصل المدينة وحس بهذه العزلة الاجتماعية حب يبعث رسالة مع هذه المرأة تحذيرا لهم علشان ياخدوا بالهم من الحرب اللي هتحصل خايف عليهم لكن ده كان هيقدي الى ان الكفار كلهم بشكل عام ياخدوا بالهم فده هيقدي الى ان الموازين تنقلب في الحرب فربنا كشف الكلام ده والحادثة دي اصلا من ادلة صدق نبوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن فوقيها بقى ان ربنا بيعلم المسلم ان دول كفار جاهدين منكرين ما امنوش زيك وما هجروش زيك في هذه الحالة انت بتعديهم وتبغضهم لله وفي الله عسى ان ده يتغير فيدخلوا الاسلام فربنا يجعل بينكم مودة مرة اخرى بدخولهم الاسلام وده حصل عند فتح مكة لما امر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقطعتهم فامتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة فعلم الله صدقهم فانسهم بهذه الآية ووعدهم بان يجعل بينهم مودة وهذه المودة كملت في فتح مكة فانه اسلم حينئذ سائر قريش فأهل اللي كانوا كفار بقوا مسلمين وربنا جمع ما بينهم مرة تانية وجعل بينهم مودة في الله ولله مرة اخرى سبحان الله قال تعالى وهذه الآية عمدة في معاملة الكافر غير الحربي الكافر المحارب له طريق التعامل والكافر المسالم له طريق التعامل قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين ربنا أمر المسلمين إنهم يعملوا غير المحاربين بالبر والقص وفي ناس كتيرة جدا ما بتقدرش تفهم هو إزاي المسلم كده يعني إزاي المسلم أحواله القلبية بتكون بطريقة ما وبعدين يتعامل بالبر والقص هو الإسلام بيربينا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعديله والشنآن شدة الكراهية اضبط نفسك وحكومها وربيها مش عشان أنت بتكره حد تظلمه وتعامل وحش مدام هو ليس محاربا لك في دينك يبقى له عليك البر والقص الشوكان يقول لما ذكر سبحانه ما ينبغي للمؤمنين من معادات الكفار وترك موادتهم فصل القول في من يجوز بر منهم ومن لا يجوز فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين قال تعالى عن المؤمنات المهاجرات الذين تركوا الكفر ورغبوا في الإيمان فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية دي عمدة في إنه لا يجوز تحديداً امرأة لأنها ضعيفة وتحتاج إلى القوة والمساندة والمساعدة إنها تترك ديار الكفر وتأتي للمسلمين يقوم المسلمين مرجعينها تاني الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم للأسف مش هقدر أعلق أكتر ممكن العلم الحافظ بن كثير يقول فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً يعني إيه فإن علمتموهن مؤمنات اللي هو فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إن تتأكدت إنها مؤمنة فلا ترجعوهن إلى الكفار كده وصلنا لصورة الصف قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه ده كلام العلمة السعبة تخلي بالك فيه فرق كبير أوي إنه يبقى حالك دائما لما تقولون ما لا تفعلون عمال تقول ما بتعملش أي حاجة من اللي أنت بتقولها هو ده المقصود ده غلط لما تقولون ما لا تفعلون ده حالك دايما كابر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أما بقى لو داعية هو غالب حاله إنه بيلتزم باللي بيؤمر به وينتهي عما ينهى عنه لكنه أحيانا يأمر ببعض المعروف وهو لا يأتيه وينهى عن بعض المنكر ويأتيه ما كل الناس مقصرة في حاجة وكل الناس بتقع في بعض الذنوب والمعاصر هل ده معناه بقى إنه لا يأمر بهذا المعروف حتى يقوم به أو إنه لا ينهى عن هذا المنكر حتى ينتهي هو عنه لا يأمر بالمعروف حتى لو لم يفعله وينهى عن المنكر حتى لو لم ينتهي عنه لأن ده المفروض استثناء في حاله لكن غالب حاله إنه يفعل ما يأمر به وينتهي عما ينهى عنه قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم العلمة السعد يقول هذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلما منه هم فعلوا ما استحقوا به هذا وخلي بالك القرآن الكريم كثيرا بيتكلم عن أعمال تؤدي إلى صلاح القلوب وأعمال تؤدي إلى فساد القلوب فلما تشتكي من شيء هو من أمراض القلوب اعرف إن انت قطعا يقينا ولا شك وقعت في حاجة من اللي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل في القرآن أو قصرت في اللي مفروض تعمله فيما يخص أعمال القلوب هذه الآل كريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه وإنما ذلك بسبب منهم فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوا فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه قال تعالى عن أهل الكفر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أيضا هذه الآية بشارة ودلالة على أن الله عز وجل سينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد حدث فعلا يبقى القرآن الكريم كلام الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول من عند الله أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه وكما أن هذا مستحيل كذا كذلك مستحيل والله متم نوره ولو كره الكافرون وجملة والله متم نوره معطوفة على جملة يريدون وهي إخبار بأنهم لا يبلغون مرادهم وأن هذا الدين سيتم أي يبلغ تمام الانتشار الآية اللي بعدها أيضا بتأكد نفس المعنى قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يقول شيخ الإسلام ابن تيمين معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان هيظهر بأي طريقة فقال تعالى الآية اللي احنا بنتكلم فيها وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذا ولفظ الظهور يتناولهم فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعمل يعني إيه؟ يعني ده هيبقى دين ظاهر هتيجي تعديه هينتصر عليك ويظهر هتيجي تجدله هيغلبك برضو هينتصر عليك كده وصلنا لسورة الجمعة قال تعالى وهذه الآية هامة جدا ودلالتها صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الأميين يعني الأمميين الذين لا يعرفون القراءة والكتاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتحديدا اليهود كانوا بيقسموا العالم كده اليهود والأمم وكان المعنى أن دول من الأمم من الأمميين بمعنى أن ربنا ما أنزلش عليهم كتاب وأن هم ما عندهمش علم وجهلة والكلام ده كله وده كان واقع حال العرب أيام بحثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فترة طويلة انقطاعا وحي وأغلبهم ما يعرفوش القراءة والكتابة وأغلبهم غير مهتمة أصلا بالموضوع هم مهتمين بالتجارة ومهتمين بالحرب والسلاح والكلام ده كله لكن قراءة وتعلم ما كانش اليوم في الموضوع ده خالص هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فهو من وسطكم وأنتم تعرفونه وعاش فيكم عمر طويل القاب لبعثته والدعاء نبوته فأنتم عارفين أنه لا يعرف القراءة والكتابة وأنتم عارفين أنه لم يكن له معلم وبالتالي لما يعلمكم كل ده وشوف بقى الدلالة الهمة هنا وإن كانوا من قبلوا لا فيه ضلال مبين حالكم قبل البعثة حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم دعاكم لحاجة وبعد إيمانكم حالكم اتغير تماما من الضلال إلى الهدى وأصبحتم أمة عظيمة وعريقة وعندها أخلاق وآداب وحاجة كده رائعة ربنا أعزكم بالإسلام بقيته بتعلموا العالم كله ده في حد ذاته خطعا ولا شك دليل على أن القرآن الكريم كلام الله ودليل على صدق نبوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبديل حال أمة العرب تماما والكلام ده هو اللي قاله جعفر بن أبي طالب لما وقف أمام النجاشي النجاشي قال له إيه الدين اللي انتوا عليه اللي بسببه فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا أيضا في ديني كان نصرانيا انتوا ليه مش يهود ولا نصارى وليس ابتوا دين قومكم مش معنى يعني الدين ده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال حديث معناه إن احنا لما كنا أهل جاهلية كان حالنا حال معين سيء جدا وقعد يعدد أحوالهم في الجاهلية ثم قال أحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن احنا عارفينه وعارفين حسبه ونسبه وصدقه وأمنته وعفافه راجل ما فيهوش غلطة متصف بالكمال الأخلاقي الذي يدعو لتصديقه كويس حاله وبعدين الدعوة التي دعانا إليها وعندما التزمنا بها كيف تغيرت أحوالنا لما تتأمل الأربع نقاط دول قطعا ولا شك ستؤمن إن القرآن كلام الله وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول من عند الله فهنا غاية الكتاب في قوة فهمه والعمل به فهي العلم المزين بالعمل والعمل المتقن بالعلم معقوله ومنقوله ليضع كل شيء منه في أحكم مواضعه فلا يزيغ عن الكتاب كما زاغ بني إسرائيل فيكون مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا ولو لم يكن له صلى الله عليه وسلم معجزة إلا هذه لكانت غاية تأمل ولو لم يكن له صلى الله عليه وسلم معجزة إلا هذه لكانت غاية الأربع حاجات تاني أحوالهم في الجاهلية حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى تصديقه الرسالة التي جاء بها وكيف تغيرت أحوالهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إزاي تغيرت أحوالهم بعد الإيمان والإسلام والالتزام برسالة ودعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يكن له صلى الله عليه وسلم معجزة إلا هذه لكانت غاية ستكفي وهتوصل للهدف ولاحظ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم نحية نفسية ونحية أدب وأخلاق ويعلمهم الكتابة والحكمة الحكمة بشكل عام في علماء قالوا السنة النبوية الشريفة وقطعا ولا شك السنة بتعلم الحكمة لكن الحكمة بشكل عام إنك تفعل ما يناسب الموقف وتقول ما يناسب الموقف فبالتالي النبي خلاهم حكماء والكتاب هو كل ما علم به الأنبياء والرسل في علماء قالوا الكتاب والحكمة القرآن والسنة يكل عليهم آياته هو القرآن ويعلمهم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى عن اليهود وهذه الآية منطبقة أكثر على النصارى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الفكرة كلها أن أنت لما ربنا يعطيك علم لابد أن تعمل به إنما مش هتعمل به فإيه لازمت بقى أن أنت شايل هذا العلم فكما أن الحمار لا يدري ما يحمله على ظهره ولا ينتفع به كذلك أهل الكتاب وأنا قلت أن الآية دي بتنطبق أكثر على النصارى لأن النصارى أصلا مش داريانين بإيه اللي في كتابهم بشكل عام أغلبهم لكن غالبا اليهود بيكون عندهم العلم لكن لا يعملوا به فهنا الإمام العلام الحافظ ابن كثير يقول يقول تعالى أي كمثل الحمار الذي حمل كتابا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمختضاه أيضا في تفسير نفس الآية فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته أيضا في تفسير نفس الآية قال ميمون بن مهران الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل فهكذا اليهود يعني ده مش داريان هو شاي الزبالة ولا شاي الحاجة كريمة فهكذا اليهود طبعا العلماء قالوا أن دايما النصارى يضرب بهم المثل بالذين يعملون بدون علم واليهود دايما بينضرب بهم المثل بالذين لا يعملون بعلمهم باللي عندهم علم ومش بيعملوا به فقد تجد من أهل الإسلام عياذا بالله من شابه اليهود في هذا يبقى حافظ القرآن الكريم مش فاهم منه أي حاجة وما بيعملش به وده طبعا مش معناه أن الحفظ حاجة وحشة أنا قلت وكررت كتير جدا الحفظ أول حاجة ما أنت لو مش حافظ الآيات ومش عارفها هتعمل بيها ازاي لكن إنك تحفظ وبس ولا تتدبر ولا تفهم ولا تعمل ده تقصر منك وقطعا ولا شك في النهاية هتلاقي إنك نسيت القرآن ده كده وصلنا لصورة المنافقون قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هذه السورة من أعظم الصور اللي بتكشف مكنون صدور المنافقين وبتبين إن المنافقين من أعداء أعداء المسلمين الذين يبطنوا الكفر ويظهروا الإسلام والإيمان فهم بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اللي بيقولوا مخالف للواقع فمعناه إن الشهادة لازم لها ركنين قلب وتصديق بالعمل لو عامله وما فيش تصديق يبقى كاذب وقطعا ولا شك هو لن يستطيع أن يعمل إلا لو وقر في قلبه الإيمان لكن ربنا بيّن لنا إن في ناس ممكن تعمل وما فيش في قلبها الإيمان ليه؟ عشان عايزين يخدعونا خلي بالك أنا لما بقرأ هذه الآية بتذكر كلام لأحد أشهر الملحظة العرب سيد القمني كان له فيديو مع واحد ملحد هو كان قاعد فترة طويلة لم يعلن إلحاده وبعد كده أعلن إلحاده في فيديو على اليوتيوب وبقى معروف سيد القمني ده ملحد المسلمون المؤمنون اللي عندهم بصيرة من قديم الأزل لما وجدوا ما في كتابات سيد القمني عرفوا قطعا ولا شك الكلام ده ما يقولوش إلا واحد ملحد كافر لا يؤمنوا بالله ولا برسوله انت هتكفروا ده بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله محدش يزايد على إيماني محدش يزايد على إسلامي أنا أكثر منكم إيمانا وإسلاما أنا أكثر منكم غيرة على دين الله أي كلام فاضل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ربنا بأعلمنا إن بتظهر منهم حاجات بتفضح اللي جواهم لغاية ما فضح نفسه بنفسه وسبحان الله يعني مات ميتة في منتهى الذل فقد الدنيا والآخرة فربنا جعلوا فعلا آية وعبرة للمؤمنين ولما عمل عزا يحضروا عزا ما حضرش عزا غير أربعة خمسة ومنهم أيضا من هو معروف بأنه ملحد سبحان الله العظيم لهم في الدنيا خزي خزي وعار وذل أولئك في الأذلين ففي النهاية لا تنخدع بهذه الأقوال ومجرد الأقوال والمنافق قد يقوم ببعض الأعمال لكن قاطعا ولا شك ستجد في أقواله وأعماله ما يدل على مكنون صدره وقلبه إنه في الحقيقة مش مؤمن قال تعالى عن المنافقين هم العدو أنا ليه بذكرت سيد القمني سيد القمني لما جلس مع هذا الشاب الملحد قال له لا بأس من بعض الأبلسة الخفيفة تخيل هو بيستشهد بإبليس عليه لعنة الله وبيتأسى به إيه بقى الأبلسة الخفيفة إن انت تظهر نفسك مسلم عشان المسلمين يتقبلوا منك أي كلام وتستتر بسطار الإسلام الظاهر عشان تقدر تطعن في صفوف المسلمين وتطعن في دين الله عز وجل علشان كده قلنا يا جماعة ما يبقاش اسمه إسلام وما يبقاش اسمه أحمد وما يبقاش اسمه إبراهيم وأنا أقصد ناس بعينهم وكلامهم يدل بشكل واضح هذا يطعن في دين الإسلام العظيم لكن هو مازال مستتر بإنه مسلم هم العدو هؤلاء هم العدو الحقيقي لأن العدو البارز المتميز أهوا من العدو الذي لا يشعر به وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين قال تعالى في آية هامة جدا بتوجه المؤمنين للآخرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ والله العظيم مثل هذه الإشارات دلالة على إن القرآن الكريم كلام الله الله عز وجل يعلم حقيقة النفس الإنسانية ويعلم إيه اللي بالفعل بيوله الإنسان عن ذكر الله أموالكم وأولادكم ويمكن أموالكم قبل أولادكم ده إنت ممكن تتلهي عن ابنك في تحصيل المال من أجل ابنك فالمحصلة إنت أهملت ابنك سبحان الله العظيم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لما ذكر سبحانه قبائح المنافقين راجع إلى خطاب المؤمنين مرغبا لهم في ذكره فقال الآية اللي احنا بنفسرها فحذرهم عن أخلاق المنافقين الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله كده وصلنا لسورة التغاب التغاب ذلك يوم التغاب اسم من أسماء يوم القيامة قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وإليه المصير من دلالات إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق أيضا ما يتميز به الإنسان سواء من خصائص فيسيولوجية أو نفسية معنوية أو ذهنية فكرة عقلية دلالة على وجود الله عز وجل الإمام القرطوب يقول قيل في تفسيره وصوركم فأحسن صوركم جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة يعني الإنسان بالمقارنة للحيوان هو الأحسن على الإطلاق أيضا في سياق وإطار تأدية الهدف اللي من أجله خلق الله عز وجل للإنسان هنا بيقولك بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور هل في حيوان الإنسان بيتمنى أنه يبقى شبهه؟ لا طبعا فدي من ضمن أوجه فأحسن صوركم قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير هي كلمة السر وذلك على الله يسير لو الإنسان ضبط إيمانه بالله عز وجل سيدرك أن مسألك القيامة من الأموات من أجل الحساب والثوب والعقاب وذلك على الله يسير لما تتأمل قوة وقدرة وعلم وحكمة وعظمة الله عز وجل في خلقه من خلال الإحكام والتصميم والإتقان والضبط الدقيق ومش عارف مين والكلام ده كله قطعا ولا شك وذلك على الله يسير قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب يعني إيه؟ يوم التغاب هنا الإمام ابن جزي بيقول يوم التغاب يعني يوم القيامة هي من أسماء يوم القيامة والتغاب مستعار من تغاب الناس في التجارة يعني إيه تغاب الناس في التجارة أنت لما بتتاجر أو لما بتتعامل مع تاجر في تبادل كويس؟ فالمفروض أنت بتاخد من التاجر سلعة وبتعطيله ثمنها ففيه نوع من التبادل وأحيانا ممكن يحصل أن أنت تدفع ثمن فتأخذ بضاعة أقل قيمة من الثمن اللي أنت دفعته أو العكس أنك تضحك على التاجر فتاخد حاجة أغلى بثمن أقال ده نوع أو معنى التغاب هنا فيه تفسير بيقول يوم التغاب يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان يعني إيه؟ يعني أنت لو بتتاجر المفروض أن أنت تبقى عايز الإيمان تاخده وتقدم مقابله أي حاجة عشان تدخل الجنة طيب فلما أنت تترك الإيمان تاخد فيه مقابله النار هو ده معنى التغاب كأن أنت تغفلت اتضحك عليك فمعنى يوم التغاب معناه أن أفعالك نتيجتها التغاب وخلي بالك كأنه معنى للإسم على التغليب أن ده حال أغلب الخلق حتى المؤمن شوف هنا بيقول إيه؟ يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان اللي هو أنت كان ممكن يبقى مكانتك في الجنة أعلى من كده لكن أنت قسر فكأن أنت تغفلت وضحكت على نفسك أنت غفلت نفسك أنت تم غبنك في الموضوع وإنت السبب فيه فهنا بيقول مستعار من تغابن التجار بأن يبيع البائع بأقل من القيمة أو يشتري المشتري بأكثر من الثمن وتغابن الآخرة هو التغابن في الحقيقة لا في أمور الدنيا لعظم أمور الآخرة ودومها وفسر بعض المعاصرين يوم التغابن بأنه يوم الذهول وفيه تهكم بالأشقياء اللي هو التغابن بمعنى أن أنت تغفلت أو أنت غافل أو أنت مش دريان باللي بيحصل حواليك المعنى ده فهنا بيقول وذلك إذا فاز السعداء بالجنة فكأنهم غابنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء ده معنى من المعاني إن كأن اللي هيدخل للجنة فيه مكانه حد دخل النار أو اللي دخل النار فيه مكانه حد دخل الجنة اللي هو كان ممكن يدخل الجنة كان له مكان في الجنة هو سابه معاني كثيرة دخل ضمن معنى التغابن قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هذه الآية في عقيدة أو في الإيمان بالقضاء والقدر إنه بشكل عام أي شيء يصيب الإنسان من خير أو شر بإذن الله ومن يؤمن بالله خلي بالك كثير من العلماء قالوا إن الإيمان بالقدر هو فارع عن الإيمان بالله لذلك فيه آيات كثيرة بتذكر أركان الإيمان المختلفة لكن ما فيهاش القدر وأيضا بعض الأحاديث ده مش معناه إنه ما فيهش حاجة أسماء الإيمان بالقدر لا ده جهل ده معناه إن القدر هو فارع من الإيمان بالله وكما قال إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة القدر هو قدرة الله هو فارع عن الإيمان بالله فالمعنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من يؤمن بالله وبقدرته قدرته وبالقضاء والقدر وبتقدير الله عز وجل الأمور يهدي قلبه مش هيبقى الآن وزعلان ومداي وحزين وهكذا سيرضى بما كتبه الله له فإن العلم السعد يقول وهذا عام لجميع المصائب فجميع ما أصاب العباد فبقضاء الله وقدره والشأن كل الشأن خلي بالك هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها هي دي الخلاصة الإنسان مخير ولا مسير في حاجات الإنسان مسير فيها ظروف معينة هو تحط فيها لكنه دائما مخير هو هيعمل إيه لما تحط في هذا الموقف وهو ده اللي ربنا هيحسبه عليه ربنا ما بيحسبش الإنسان على الأشياء التي هو مسير فيها أنا ما اخترت شابو يا أمي لكن أنا بختار أعامل أبو يا أمي إزاي فبالتالي في ظروف كثيرة الإنسان ما بيختارهاش بيلاقي نفسه تحط في الظروف دي أيضا مع الأخذ في الاعتبار إن في ظروف هو اللي بيحط نفسه فيها لكن بشكل عام آه في حاجات الإنسان ما بيختارهاش يبقى واقف في أمان الله وتحصل له حاجة هيتصرف بقى إزاي قاعد في أمان الله ابنه مات هيتصرف إزاي جاله فقير بيطلب منه حاجة هيتصرف إزاي إنت اللي اخترت إن ده يحصل ففي أمور هو مسير فيها ظروف بيتحط فيها مش بييده لكنه دائما مخير في رد فعله وكيف سيتصرف في هذه الظروف ودايما بعلق في النقطة دي إن في بعض الاختيارات قد تبدو أسهل من غيرها لكن ده مش معناه إن الاختيار الأسهل مفروض عليك وإن أنت يعيني مجبور عليه لا أنت اللي اخترت الأسهل الأسهل مش دايما هو الصح فهنا العلمة السعد يقول والشأن كل شأن هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والأخرة فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره هدى الله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند المصائل كده وصلنا لصورة الطلاق وصورة الطلاق مهتمة كثيرا بأحكام النساء واهتمام القرآن الكريم بأحكام النساء من أدلة إن القرآن الكريم كلام الله لأن لو كان القرآن ودعوة ورسلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتيجة للمجتمع اللي هو نشأ فيه ما كناش هنلاقي مثل هذه التعليم العظيمة الرفيعة في حق المرأة قال تعالى بعد أن ذكر حكم الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ربنا ذكر الحكم اللي المفروض نعمله مع المرأة لو هنطلق وربنا قال واتقوا الله ربكم ليه خاف من ربنا ما تظلمش المرأة خاف من ربنا وطبأ الحكم كما أراد الله قوله واتقوا الله ربكم تحذير من التساهل في أحكام الطلاق والعدة ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزنه وكان قرابة المطلقات قل ما يدافعن عنهن بمعنى أن المطلقة محدش بيدافع عنها ولا حد بياخد حقها فتناسى الناس تلك الحقوق وغمصوها فلذلك كانت هذه الآيات شديدة اللهجة في التحدي وعبر عن تلك الحقوق بالطقوة وبحدود الله ولزيادة الحرص على الطقوة أتبع اسم الجلالة بوصف ربكم للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى غضبه قال تعالى وزي ما قلنا الأسلوب ده متكرر كثيرا اللي هيلتزم بأحكام الله عز وجل وبتطبيق الشريعة ده حقيقي مؤمن وصادق في إيمانه قال تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ختمة الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا بشكل عام من أي ضيق من أي مشكلة وخاص المؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بذلك دون غيره هو اللي هيتطبق فهو اللي هينتفع ففيها معنى أن تطبيل أحكام الشرعية فيها مصلحة للمؤمنين في الدنيا والآخر طيب وقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا فمن لم يتق الله واقع في الشدائب والآثار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها ده بمفهوم المخلفة واعتبر ذلك بالطلاق فإن العبد إذا لم يتق الله فيه بل أوقعه على الوجه المحرم كالثلاث ونحوها فإنه لابد أن يندم ندامة لا يمكن استدراكها ولا الخروج منها اللي هو فيما معناه ربنا أنزل علينا الشريعة علشان نتبعها لما نتبعها ده إثبات إن احنا مؤمنين صادقين وباتباعنا للشريعة خروج من أي مشاكل بنقبلها في حياتنا ده معنى عظيم جدا لازم تبقى متيقن من كده حياة البشر فيها مشاكل وفيها اختلافات وهنا احنا بنتعامل على المستوى الأسري رجل وامرأة متجاوزين لازم تفهم بشكل عام إن أي مشاكل الإنسان بيقع فيها في حياته الشريعة فيها حل وإن أنت لما تتقل الله عز وجل وتبقى مؤمن وتفعل الشريعة ربنا هيخرجك من أي مشكلة أنت فيها قال تعالى أيضا فيما يخص علاقة الرجل بالزوجة وإنه يصرف عليها والكلام ده كل وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا هذه الآية عظيمة جدا والناس بقى اللي بتتكلم في موضوع أن أنت مستواك الاقتصادي المالي مستوى معين لكن أنت بتتطلع لمستوى أعلى بكتير فتستلف وتدين وما تعرفش ترد الدين فتبقى من الغارمين ممكن تتحبس تقع في مشاكل مش عارف إيه ربنا بيعلمنا وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُه رزقه على أده ما معهش فلوس كتير فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها اصرف على أد ربنا مداك سيجعل الله بعد عسر يسر اللي هي معنى أنت بتلتزم بالمسؤوليات اللي عليك على أد ما تقدر ربنا هيوسع عليك قال ابن جزي لينفق ذو ساعة من ساعته أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ولا يكلف الزوج ما لا يطيق ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلا وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس انت قادر ومعك فلوس وسع على أهلك انت ما معكش فلوس اصرف عليهم على قد ما ربنا اداك قال تعالى وهذه آية من الآيات المفروض تتكتب وتتحطي كده في مدان عام علشان كل المجتمع يشوف وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا لا إله إلا الله فإن من زرع الشوق لا يجني الورد ومن أضاع حق الله لا يطاع في حظ نفسه ومن احترق بمخالفة أمر الله تعالى فليصبر على مقاسات عقوبة الله تعالى أيضا في تفسير نفس الآية إن ده عذاب في الدنيا قبل العذاب في الآخرة فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وهذا التفسير بدليل ما بعد الآية كده وصلنا لصورة التحريم وسورة التحريم من السور المتعلقة بوقائع في السيرة النبوية الشريفة موقف حصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حرم شيئا حلالا عليه قال خلاص أنا مش حامل كده تاني ده يبقى حرام علي بغض النظر إن فيه خلاف بسيط في التفسير إيه الموقف بالضبط اللي حصل وهو حرم إيه على نفسه لكن بتقدر تفهم المفاد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرضي زوجاته بإنه يحرم على نفسه ما أحلى الله له فأنزل الله عز وجل هذه الآيات قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم تخلي بالك مرة أخرى هذه الآيات من أدلة صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده موقف شخصي بسيط كان بيحصل زيه في الجاهلية يمكن كفار قريش مش هيعرفوا الموقف ده أصلا ولن يعيبوا عليه إنه خد الموقف ده ومع ذلك ربنا بيحق الحق وبيصلح للنبي تصرف هو وقع فيه هل ممكن إن مدعي نبوة كذاب يعمل كده؟ لا طبعا الله عز وجل ذكر التصرف اللي عمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته فمن ضمن تصرفه وأعراض عن بعض وإعراضه الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم خلقه قال سفيان ما زال التغافل من فعل الكرام فربنا بيقول آه أنت في بداية السورة صلحت الموقف اللي أنت عملته غلط لكن في نفس الوقت الله عز وجل بيشيد بخلق كريم عمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعرض عن بعض ما زال التغافل من فعل الكرام وقال الحسن ما استقصى كريم قط وما زاد على المقصود يقلب العتاب من عتاب إلى تقرية حاجة حصلت ما عجبتكش فلما تيجي تعاتب مش لازم تواجه بكل حاجة المقصد في النهاية أنك تبين لللقصادك أن أنت بتحبه وهو عمل حاجة دايقتك فتذكر له لمحة فيفهم فيعدل عما أزعجك أما با لو طلعت الليستة وانت عملت كذا وكذا وكذا بكل التفاصيل دا بيبقى صعب جدا على نفس من تواجهه ولعل دا يكون سبب في أنه يعني تحصل قطيعة وفرقة تماما الله المستعاني قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال القرضي يجمعها أربعة أشياء الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العودة بالجنان ومهاجرة سيء الإخوان علماء المسلمين دول جمدين احفظ الكلام دا الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العودة بالجنان القلب المخفي ومهاجرة سيء الإخوان اللي يأثر عليك فترجع للمعصية قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين يقول شيخ الإسلام ابن القيم ووجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتأتي عامة فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكبر الكافر لما تيجي تتأمل في هذه الأمثلة ستخرج بفوائد كثيرة جدا جدا وبالتالي لازم تاخد بالك أن قربك الشديد من المؤمن لا يعني بالضرورة أنك هتبقى مؤمن زيه وكذلك قربك الشديد من الكافر لا يعني بالضرورة أنك هتبقى كافر زيه الأمثلة دي رد على الملحدة أو أهل الباطل والضلال اللي بيقولوا أنت مسلم عشان أنت اتولدت مسلم أنا مسيحي عشان اتولدت مسيحي أنا ملحد عشان اتولدت ملحد الكلام ده من أبطل الباطل أنت ممكن تكون من بيت كفر وتخرج مؤمنا وممكن تكون من بيت إيمان وتخرج كافرا عياذا بالله الحمد لله رب العالمين بكده نكون قرأنا مجموعة اقتباسات مختارة من كتاب القرآن تدبر وعمل من الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم بإذن الله عز وجل في فيديو قادم هنقرأ مجموعة اقتباسات مختارة من كتاب القرآن تدبر وعمل من الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم هذه الليلة اللي فيها نشر الفيديو قد تكون ليلة القدر أسألكم الدعاء لي بأن يطهر الله عز وجل قلبي من النفاق وأعمالي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخياني وأسألكم الدعاء لي بأن يتوفاني الله عز وجل مسلما ويلحقني بالصالحين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لإن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو أنت شايف إن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالانتساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة